وفي هذه الاتناء أفدى مصدر مسؤول في محافظة صلاح الدين أن أوامر صدرت إلى فصائل الحشد الشعبي الموجودة في تيكريت بالانسحاب من المدينة وتسليم مواقعها لشرطة محافظة صلاح الدين يذكر أن بعضا ممن عادوا إلى تيكريت قد اشتكوا من بعض ما أسموها الممارسات الخارج عن القانون لقوات الحشد الشعبية ثمتلت بسرقة السيارات والمتاجر والبيوت فضلا عن اعتقال دون أمر قضائي وبعض حالات الاختفاء القصري بحق مواطنين